طيب من صلاح ورونالدو نروح لميسي يمكن المتابعين لمباراة باريس سان جرمان ويعني كان في دولة الابطال كان فيه مباراة قوية جدا يمكن مع المان سيتي الصورة يمكن اثرت جدل كبير جدا على الساحة العالمية الصورة اللي قدام حضراتكم يمكن ان فيه طبعا ضربة حرة مباشرة لصالح المان سيتي وكان الحائط الصد مكون وفجأ الجميع بان ميسي بينام تحت الحائط بشكل كبير وبشكل يمكن اثار الجدل بشكل كبير جدا جدا على الجانب الجدل على مستوى العالم كله يعني الجدل من بعض اللاعبين في باريس سان جرمان بعض المدربين على رأسهم طبعا يعني المدير الفني المتخب الارجنطيني كان زي ما بقول حضراتكم صورة اثارة الجدل الكبير انا حقول الرأي الشخصي من الصورة دا لكن تعالوا نشوف مثلا يعني في انجلترا نجم انجلترا ريو فرناندز اللي اعتبر هذه يعني اهانة اعتبر دوت اهانة وقال مش ميسي اللي يعمل كده يعني كمان النمار يعني طبعا زميل ميسي في باريس سان جرمان نزل على انسجرام صورة لميسي وهو نايم وخلف الحائط طبعا وقال ماذا تفعل انت بتعمل اي يا ميسي يعني ليول اسكولاني دا المدير الفني طبعا ليه منتخب الارجنطيني علق كمان على الصورة ديت وقال ان ميسي دايما بيسعى للفوز وانه اضطر ليه يمكن الجلوس او يعني ينام تحت حائط الصد ليوقف خايف على المكسب خايف بعد طبعا محرز هدف اكتر من رائع يمكن ميسي كان خايف على المكسب وقال انه بيفعل الكتير جدا مع الفريق اذا كان مع باريس سان جرمان او مع المنتخب الارجنطيني للفوز بالمباريات يعني زي ما بقول لحضراتكم يعني على ميسي وعلى الصورة المطارة او على يعني الموقف العمل وميسي زي ما بقول لحضراتكم كتير جدا من مشاهير كورت القدم علقوا على دوت وقالوا ان ميسي يعني مش يعني دي اهانة لميسي يعني في اعتقاد الشخصي ان كان ميسي عنده روح قتالية على غير العادة شوية مع برشرونا يمكن في ايامه الاخيرة اللي انتبع ميسي مع برشرونا كان يعني الامور ما كانتش ماشية بشكل مباشر وبشكل حلو لكن على جانب باريس سان جرمان يمكن بعد تعطر اول مباراتين كان في ضغط شوية على ميسي اعتقد مبارات باريس سان جرمان في الشاملز ليج مع المان سيتي عودت الروح لميسي هدف اكتر من رائع بنشوف ميسي من غير محد ما بيقوله بيروح وخوفه على المباراة وخوفه على الفوز الكبير دوت انه بينام تحت حاقة الصد يعني عنده روح اعتقاد الشخص انها روح جديدة وروح عزيمة ومش عيب ابدا النجم كبير زي ميسي يعمل كده انا في رأيي الشخصي بالعكس ده بيكون اجزامبل ويكون مثلا حتى للعيبة صغيرة ان انا لعيب كبير بمستوى ميسي افضل لعب في تاريخ الكرة العالمية وبنام تحت حاقة الصد عشان امنع او يكون فرص التهديف تكون قليل